بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو من السادة الحضور سبعين الصوت يتفضلوا يجاوبوا بسم الله الرحمن الرحيم يسعد جمعية الدرين الخيرية المصرية للتعليم عن بعد والمشهرة برقم سبع وعشرين خمسة وخمسين لسنة الفين وحداشر وسط الإسكندرية هنترحب بكم جميعا في أكاديمية ملتقط دارين للتعليم الإلكتروني المجاني ونلتقي اليوم مع المحاضرة رقم ستاشر لدورة إعداد الإعداد لامتحان محترف في إدارة المشروعات في بداية المحاضرة نود أن نبشركم خيرا إن شاء الله عز وجل تم إشهار الجمعية التي ستشرف إن شاء الله عز وجل بدورها على الأكاديمية بواجه عام وبالتالي إن شاء الله عز وجل سنتمكن من إصدار شهادات الحضور وشهادات اجتياز الدورات للسادة الدارسين بالأكاديمية إن شاء الله عز وجل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولمحانس وحامس ندخل في موضوع محاضرتنا النهاردة احنا اتكلمنا أولا الناس كلها حضر المحاضرة اللي فاتت كل الزمل اللي موجودين حضر المحاضرة اللي فاتت جسد 20 جسد 19 يريد غير اسمك جسد 16 جسد 13 يريد غير اسمك عشان إيه نقدر نتواصل احنا بنكمل مسيرتنا إن شاء الله عز وجل في إدارة المشروعات احنا بنعتبر هذه الدورة هي دورة كده brainstorming أولية بنجهزكم إن شاء الله عز وجل بيها للدخول طيب ملاشو شانسو حامل زاكي ما خدناش حاجات كتير يعني للدخول إلى معهد الدارين لإدارة المشروعات والتشهيد المهندس أشرف أيوة وصلني وصل بعت لنا الريسك ريجستر بس نظر لإن عدد اللي بعته الريسك ريجستر مش كتير فأنا شايف إن احنا هنؤجل منقشة الريسك ريجستر للمحاضرة القادمة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن إنه هو يبعت لنا الريسك ريجستر تمام؟ يريد لما يبقى في علينا جوب نعملها أو فيه تسك معينة نعملها المرة اللي فاتت إدينا تسك إن الناس بناء على اللي فهموه يعدوا ريسك ريجستر وصلني من المهندس أشرف نصر بس هذا العمل تمام؟ ونرجو من باقي الزملاء إن شاء الله عز وجل إعداد الريسك ريجستر وإرساله حتى تتموا منقشته طيب إحنا في رحلتنا أولا كم واحد حاضر أول مرة بحد بيحضر لأول مرة يكتب لنا واحد جسد التعاشر تخصص حضرتك إيه جسد التعاشر تخصصك طيب حسنا ما يقول لنا تخصصه هنكمل إحنا قلنا سريعا في إدارة المشروعات إحنا شغالين في الدائرة اللي بنفضل شغالين فيها جواها اللي هي plan do check act واخدنا دلوقتي إحنا شغالين في planning وصلنا في إلى risk planning النهاردة مرينا ب أربع مرينا بكذا عملية تخص risk management تمام والنهاردة بنكمل هذه المسيرة مرينا بتخطيط إدارة المخاطر مرينا بتحديد إدارة المخاطر مرينا بإجراء التحليل النوعي للمخاطر النهاردة بنجري التحليل الكمي للمخاطر تمام البرزنتشن الموانس أحمد جلال اللي أعطالكم لينكات قبل كده تاخدوها ما فيش مشكلة طيب النهاردة بنكمل الزميل اللي جدت التعتاشر واضح أنه مش معنا ما جاوبناش هو تخصصه إيه عشان نقدر نقوله أو نساعده طيب يمكن مش موجود على الجهاز النهاردة بنتكلم على perform لأ الزميل اللي حطت دلوقتي روابط لكتاب البينبوك أشرف لو سمحت مش مسموح أن انت تحط حاجة زي كده الزميل اللي داخل دعم كن النهاردة البرفورم كونتتاتي بريسك اناليسيس سبتدي بقى عايز أوصل الرسك نعمل هتكلم فيها القيمة بتاعتها ايه يعني الكلام اللي احنا كنا عمالين نتكلم وده احنا كلنا مهندسين كلام الانشا ونعرفوش في الاخر كل حاجة عندنا المفروض تتحول الى value قيمة تمام فقلنا علشان نحدد بقى الرسك نحولها ونترجمها لقيم هنعمل تحليل ايه كمي خلاص اللي هو بنقول ان هو تحليل ايه عدد يعني تمام مفيش مشكلة يعني بس انا هدلكم ايميل تبقوا ابعتلي على الموقع يا شوانس محمد ذاكي وانا بفتح ايميل الموقع خلاص تمام طيب الكونتتتتف رسك اناليس بقى هي عملية ظريفة جدا 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 وهتلاقوا ان يعني مفيش اثهل من كده يعني الحد دلوقتي يعتقد ان الرسك اه اه الناس كانت معتقد انها تطلع حاجة صعبة لكن انا لو تفتكروا في محاضرة سابقة من الزبط من عشر محاضرات قلتلكم احنا خلصنا البروشيكت مانيجمنت وخلصنا الصعب فيها تمام مع ان كان وقتها الناس معتقد ان احنا خلصنا السهل وراح ين على الصعب طيب هو بيقول باختصار شديد انت النهار ده عايز تعرف تكلفة تمام او الامباكت الكوست او الامباكت خلص تقسهم بتوع الايه بتوع الرسك دول طيب العملية دي هتعملها على كل رسك كل رسك بتظهر لك على حدة وبعدين بنبتدي نجمع الكلام دوت عشان نشوف الاور اول كوست بتاعت الرسك بتاعتي هتطلع كام في البنبوك هتلاقوه ماشي بترتيب يعني بيقولك انا بعمل رسك ايدنتفيكاشن بعمل كواليتيتف رسك اناليسيز بعمل كوانتيتف رسك اناليسيز وبعدين بعمل رسك رسبونس ايه بلانينج ده الخطوات المنهجية الناس الاسبريانس اندفقة في الموضوع في منهم بينط هذه الخطوات بيفوت خطوة بناء على تفويته لهذه الخطوة بناء على الاكسبريانس المكتسبة بتاعته خلاص مفيش حاجة تانية يقدر يرجع لها غير ايه اكسبريانس فممكن الاقي واحد بيشتغل رسك ادينتفيكيشن ويروح لل كونتيتيتف رسك اناليس مباشرة او الاقي واحد بيقفز من من ال كونتيتف رسك اناليس رسك وده ممكن يكون منطقي احيانا مش لازم يطلع قيمة فاليو فلوس مش لازم يطلع قيمة فاليو تتقاس بفلوس او فلو لقنا بيعمل كده ده مش خطأ لكن في امتحان ال PMI يبقى خطأ لان PMP بيفترض ان انت راجل مثالي مدير مشروع مثالي قالوا لك امشي خطوة واحد تمشي خطوة واحد خطوة اثنين تمشي خطوة اثنين تلاتة تلاتة اربعة 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 ماشي على ايه على قديم سكة حديث تمام طيب ازاي بقى نقيم الا الاحتمالية بتاعت حدوث الرسك وتوزيعها لو تفتكروا اندنها لكوا قبل كده في الا الا الكوست استمتر وكان في الا برضو في البلانينج في الطايم مانجمين قالك باخد البسيميستيك بلس اربعة مست لايكلي بلس اوبتميستيك على ستة عشان اطلع الا ال بروبيبيليتي بتاعت حدوث هذه الا الرسك تمام من عايز اشوف الامباكت بتاعها لازم الاول اشوف ايه امكانية حدوث هل هناك حد مش عارف بسيميستيك مست لايك لابتميستيك في حد ما يعرفش دول طيب لو محدش جاوب يبقى الناس كلها عارفة انا بس محتاج جسد 16 وجسد 13 بالفضلكم غيروا اسمكم طيب اذا دوت الايه الاستمت بتاعي طيب ممكن بقى في الحالة دي اعمل بقى probability distribution خلاص probability distribution بتاع الشيء نتيجة العملية اللي انا عملتها بالوقتي ممكن يظهر لي في هذه الايه الصورة المنحنة اللي احنا هنشوفه دلوقتي اكثر من طريقة للتمثيل خلاص وكل واحد فيهم ياريت نبصله كده وايه وان ايه ونتخيله في normal distribution والبيتا distribution خلاص والتريانجلر distribution واليونيفورم distribution ولمعلومات اكتر بقى الاشكال دي اللي يحب يتعمق يعني يقدر يرجع لي الموقع المكتوب ايه تحت اوكي طيب بعد كده في هذا الشق ولاش اسمحوا لي انه عندي الف الوز و الاشكال الاشكال اوكي 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 مانشوا اشترك الريفكي اشترك الريفكي انا اقول انها تنترين صح؟ تنترين ممكن ان يحصل او ممكن احصل احنا احنا احد ايضا يرايح مقابلة شخصية او احنا حتى احنا لما بنيجي ندرس تندر او بنيجي نتعامل مع كلينت كان دايما عندنا اسلوب كويس قوي كنا بنتابعه كنا بنقسم نفسنا فرقتين عشان ما تبقاش وجهة نظر واحدة فرقة بتقول احنا المالك وفرقة بتقول احنا المقاول وبنبتدي قبل ما ندخل التندر بقى خلاص احنا خلصنا ونبتدي نتناقش نجوزيه عشان هتمشي بيننا زي فاحنا فرقة المقاول تقول احنا كذا 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 وفرقة المالك ترد عليه تقوله كذا كذا والفرقتين من نفس الشركة لسه لو رحنا للمالك ولا حاجة ده اسمه ايه؟ ده اسمه سيناريو بشوف ايه اللي هيحصل تمام؟ طب ليه بشوف ايه اللي هيحصل عشان ابتدي يبقى عندي خطط لمواجهة اللي هيحصل تمام؟ نفس الخطة في الرزق الرزق ببتدي اعمل برضو زي عملية محاكالة اللي ايه اللي هيحصل واشوف النتيجة من الحاجات بقى المشهورة في simulation and modeling techniques خلاص في هذا الموضوع هي منتكارلو analysis في حد سمع بيه قبل كده منتكارلو analysis اللي سمع منتكارلو analysis يكتب لنا واحد محدش مرة عليه منتكارلو analysis طيب عامة يا جماعة منتكارلو analysis ليه software عاملها شركة oracle بريما فيرا خلاص بتقدر ايه تشتغل بيه خلينا ان شاء الله لما يفتتح المعهد رسميا خاص بقدارة المشروعات هنتبسع بقى في قصة منتكارلو analysis ده لان هو ظريف جدا 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 خلاص هتلاقي ان انت لو عندك مشروع واحد مثلا بيقول لي optimistic واربعة مستلايك ليه زائد optimistic على ستة وابتدي احسب وابتدي اعمل لو عندك مشروع بقى فوق العشر تلاف نشاط هتبتدي انت بقى تعمل الكلام ده مانيوال منتكارلو بيعملك القصة دي بقى منتكارلو انت بقى اللي هتديله كمان الرينجز تقول له الاكتيفتي براكزة انا والله منديله استمت عشر تيام طيب بلاس كم بلاس كم بلاس كم بلاس كم بلاس كم منتكارلو منتكارلو بقى بياخد القصة دي يطبقها على كل انشطة المشروع خلاص انت بقى اللي تقدر تغذيه يتقول له كل اكتيفتيز المشروع انا عملت الاستمت بتاعها تقريبا هي هتطلع بلاس كم يا اما تبتلي اكتيفتي اكتيفتي نتيجة تحليل الريسك اللي الناس بقى بتاعتك عملته تغذي البرنامج بهذه الايه الداتا وفي الاخر بقى برنامج يطلع لك الايه يطلع لك للمشروع ككل خلاص يطلع لك الاوبتيميستيك دوريشن والمست لايكلي والبيسيميستيك ويددي لك الايه السري بوينت ايه فورمولا الحتة دي مفهومة هيا بتتعمل اوتوماتيك على فكرة بالبرنامج والبرنامج يمكنكم ان انتو تدخلوا على أوراكل برمافيرا تجيبوه للاستخدام الشخصي اه لا منتكر لوانالتس ده فيه رسائل مجستير ودكتوراه فانت ايه منتكر لوانالتس باختصار شديد هي عملية محاكاة انت عندك مثلا دلوقتي بنقول اكتفت زي شونس احمد مصطفى ففيه بيسك معينة الريسك دي زي ما احنا قلنا هتطلع لي حاجات بالبوزتيف والنيجاتيف تمام؟ فانا مثلا من ضمن الاستخدامات المثال اللي انا اديته لك قلتلك وانت بتعمل استميشن للديوريشن خلاص قلنا الديوريشن مثلا بتاعتي هي عشرة ايام بلس او رو ماينس مثلا يومين فبتددخل الناتا دي لمنتكره تمام؟ ويبتدي هو يعمل لي نحسب الحسابات دي عشان اطلع في الاخر حاجة توتل تمام؟ باختصار انت تقدر المحاضرات موجودة الدعم الفني يديك اللينكات ان شاء الله شانس اشرف ادي لهم لينكات المحاضرات اللي فاتت على المنتدى طيب اللي احنا عندنا قلنا المنتكر له انالتس ده هو يا جماعة عملية محاكاة محاكاة بس مش اكتر سيميوليشن خلاص ويبتدي من السيميوليشن ده اقدر احدد المواضيع ماشية ازاي تمام؟ المحاضرات من اربعة لخمستاشر المحاضرة واحد واثين وثلاثة مش هتلاقيهم ادخل على المحاضرة رقم تسعة الساعة الاخيرة فيها هتلاقي فيها مراجعة سريعة على واحد واثين وثلاثة طيب قالك فيه كمان عشان اقدر اكمل عملية الكوانتيتيتف اناليسيس دي قالك فيه حاجة بنسمنيها تحليل الحساسية تمام؟ تحليل الحساسية سينستيفتي اناليسيس قالك ايه السينستيفتي اناليسيس ده؟ خلاص قالك بابتدي امسك برضو كل نشاط او كل فيز في المشروع وابتدي اشوف ان عدم التأكد او الانسرتينيتي ده بيأثرلي في الموضوع ازاي؟ فيز واحد دي انا بقول دي هتتكلف 10 تلاف دولار خلاص باسئل مينس 10 تلاف دولار الريسك دي هتتثبت في بلاس او مينس 10 تلاف دولار وممكن تتثبت في زيرو عشان محدش تغرب ازاي الخط اللي في الوسط ده زيرو لان الريسك دي ممكن ما تحصلش فيبقى الريسك دي خلاص بقول ان هي خلاص ممكن تبقى اللي يحصل يا اما تكلفة مثلا خدها على تكلفة العمالة يا العمالة تكلفتها تزيد ب اي 100 تلاف دولار حاجة اللي احنا بنقولهم دلوقتي دول كم الاسئلة عليهم في الامتحان وهمي تمام بس احنا هنتدرب ان شاء الله على اسئلة ما حدش يخلق يعني تمام اللي انا تدريبات طويلة على الاسئلة بس احنا لا نريد تحويل هذا الدورة الى exam oriented لا ما تبقاش exam oriented تشوف البروجيكت منجمنت الاول بتتكلم عن ايه خلاص وبعدين هتلاقي نفسك بعد كده بتخلي الامتحانات الخطأ الذي يقع فيه الكثيرين بيبتدوا اول ما يبتدي زاكر شطر نمرة واحد ام داخل حال الامتحانات نمرة واحد شطر اتنين حال الامتحانات نمرة اتنين تبقوا بعدين انت مربطتش خلاص خلص كده على كده كتب شهيرة في هذا الموضوع ويقوم داخد وعده داخل الامتحان في احيان كثيرة جدا بيسقط في احيان كثيرة جدا بيسقط خلاص يعني انا بنسبة فوق انا متوقع فوق السبعين في المية اللي بيمشي بالطريقة دي ما بيعديش من اول مرة فخلينا ما نبقاش exam oriented engineers خلينا نبقى knowledge oriented engineers عايزين ناخد knowledge الاول نفهمها احنا خلاص هنحلق ايمتحان خلاص هنتمرن عليها ان شاء الله طيب نيجي بقى التورنيدو دياجرام دوت خلاص نتيجة الشكل بتاعه ومن ضمن الاشكال اللي ممكن تنتج عن ذلك خلاص اللي هو السبايدر دياجرام بالشكل دوت نتيجة الايه اللي قلنا plus وال minus وال most likely الايه الموجودة طيب انا شخصيا حاليا مش عايزين نستفيد يعني مثلا انت حتى دول مش بتلاقي البينبوك متكلم عليهم كتير قوي فاحنا مش عايزين نستفيد فيهم في الوقت الحالي حيجي لهم ان شاء الله في اسئلة الحاجة اللي احنا ما بنستفيدش فيها اعرف ان دي في الاسئلة جايلنا خدت بقى لك فبالتالي هنقيه واحنا بننحل اسئلة ان شاء الله هنستفيد فيها خلاص طيب بعد كده الكلام ده بقى عايزين نشوف تحويله لفلوس خلاص الابم القيمة بقى المالية المتوقعة لهذا الموضوع احسبها ازاي الموضوع سهل هو بسيط انا مش هاخد المثال اللي الكتاب اعطيه عشان هو ايه شوية يدخل فيه شبهة شرعية قوية لان ايه واحد بيلعب جيم بمكسب فلوس ومش مكسب فلوس احنا خلينا ناخد حاجة تانية خالص هناخد المثال ده هو اننا عندي اه 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 3 اوعية خلاص وبعدين اه اه بحب 3 اوعية دول فيه واحد بس فيه تفاحة فانا عايز اطلع تفاحة فاحتمالية ان انا اطلع تفاحة تطلع كاما تلاتة وتلاتين في المية تمام التلت ايه دي الاحتمالية كلنا اخدنا الاحتمال قبل كده فيه اللي كان مننا علم رياضة او حتى متى قليل علم علوم كانوا ياخدوه على ايامنا تمام طيب فيبقى الاحتمالية تلاتة وتلاتين في المية طيب يبقى انا لو قلت عندي تلات احداث ممكن يحصلوا تلات احتمالات للحدث بتاع الرزق خلاص الحدث الاولاني يكلفني عشرة جنيه خلاص والحدث التاني يكلفني عشرين جنيه والحدث الثالث يكلفني تلاتين جنيه خلاص يبقى القيمة بتاعة الاي ب ام اللي هتخرج ديت تمام اكثر على اتخاذ القرار خلاص شايفين الجدول ده هيجيلك يقول لك مثلا عندك ريس كريم رواحد احتماليتها 10% وتكلفتها كام الامبكت بتاعها كام الامبكت بتاعها 2000 دولار فمش هاخد ال 2000 دولار كلهم عمل حسابي عليهم جسد 16 في حاجة مش فهمها طيب اول ريسك عندي هتكلفني 2000 تمام احتماليتها 10 يبقى اما اجي احسب الAVM تطلع لي كام اخد 10% منها من التكلفة لان احتمالته حصل 10% الريسك المرة اتنين احتماليتها 20% تكلفتها 3500 دولار يبقى برضو نفس الكلام اخدها بنسبتها اضربها فيها تطلع لي 700 دولار وهكذا ريسك ثلاثة 15% 1500 دولار تطلع لي 225 وافضل ماشي كده خلاص في الاخر يطلع لي الريزيرف اللي المفروض اعمل حسابي عليه كام 225 الاخطاء مفيش بقى واحد يروح يقولك انا عشان ابقى راجل مضبط حالي على الرزق ومعنديش مشاكل يقوم واخد 3500 دولار اللي هم اكبر رقم خلاص دي طريقة غير صحيحة تمام كده الجزء دي يا جماعة مهمة جدا 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 فعا انا اتمنى ان الناس تجاوبني على السؤال دوت الشرح واضح ولا احنا قلناها بسرعة ولا محتاجين نقولها تاني لان ما ابني عليها حاجات كتير طيب طيب يعني الجزء الاخير مرة تانية مرة تانية مرة تانية انا قلت اي 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 ام هي اي ام في اي ام في اي ام في ام في ام في طيب الحتة تانية انا بقولك ان انت عندك رزق حدث افنت رقم واحد حسبت تكلفته طلعت الفين دولار رقم اثنين حسبت تكلفته طلعت 3500 دولار وعدت تحسب تكلفة لكل واحد الامباكت بتاعه تاخد احتمال حدوثه تضربه في الامباكت عشان يدي لك الامباكت تمام عشان يدي لك قيمة الامباكت لكل حدث من دول لكل ريسك من دول تبتدي تحسب الامباكت تجمعهم على بعض تطلع لك الريزيرف اللي المفروض تاخده في حساباتك في الكوست ايه بيزلاين اظن المهندس محمد زاكي كده بتضحط طيب الحتة دي اللي بقى كنا بنقول عليها مهمة لان انت دي هتوديك الديسيجن تري اناليسيس عايز ابتدي عندي مجموعة من المشاكل وعايز ابتدي اخد فيها قرارات مش هاخد فيها قرارات بالايه مش بالهوى الشخصي هاخد فيها بيه تحليل خلاص يبقى فيه بمشي عليها حاجمها ازاي حاجمها بالحطة اللي فاتت دي اهو بالمونتري ايه فاليو بقول ان انا لو عندي ديسيجن معين حلاص بابتدي اقول ان كل ثقة هامش فيها ليها احتمال وليها كوست خلاص حفضل بقى ماشي في المصار لغاية ما شوف مين اعلى المصارات في ال ايه ال اي ام في وبالتالي يبقى ده مصار كويس ولا وحش على حسب الكيز اللي انت شغلها ال اي ام في دي انت شغل على ايه تمام ايه هو القرار تمام بس طبعا في الغالب هتطلع معاك ال ايه الامثالة اللي بتيجي في الامتحان بتطلع ان ايه حسب اذا كانت opportunity بقى ولا مش opportunity ده تتحدد ال ايه ام فيه بالنسبة لك وهي سوى الحلم هو هنا بقى بنقول خطوات ان انت تعمل decision tree ان انت اول حاجة تقول ايه المشكلة عندك ايه اللي عايز تاخد فيه قرار تاني حاجة خلاص ايه اللي اختيارات المتاحة الاكشنز اللي انت هتاخدها decision واحد decision اثنين بعد كده الكلام ده هيتفرع منه ان كل decision من دول له ميزة له عيب له تكلفة معينة تبتدي ايه تحط الايه تفرع منه الفروح مش شرط يكونوا فرعين ده ممكن يكونوا ثلاثة خلاص وبعدين بحسب بقى النت باث value المسار ده كله على بعضه لو مشيت فيه تكلفتي تطلع كام المسار الحتة ده عشان توضح ففي عليها مثال اهو المثال المثال نقوله عشان ايه برضو بيقولك انت عندك جزء من المشروع عاوز تبنيه خلاص او دليف رابل عاوز تجيبه في الاخري انتخده واحد خلاص من اتنين مفيش عندك غير اتنين سابلايرز اللي قدروا يديهوا لك خلاص واذا كانش الائتم ده هيجيلك في الوقت الاسكيدوال بتاعك هيتأثر وينتج عن التأثر تكلفة مقدارها الفين دولار في اليوم تكلفة عمالها طيب هبتدي انا النهاردة عايز اشوف ااخد سابلاير نمرة واحد ولا ااخد سابلاير نمرة اتنين خلاص انا عندي تكلفة اللي التأخير بتاعت توريد هذا المنتج هي الفين دولار اروح لسابلاير رقم واحد هلاقي الانيشيال كوست بتاعته خمسة وسبعين الف دولار والسابلاير نمرة اتنين الانيشيال كوست بتاعته ستين الف دولار ممكن واحد بمنطعة المساطع يقول لك انا اخد او ستين الف ما تعرفش لسه هنشوف معطيات اخرى ايه المعطيات الاخرى قال لك السابلاير نمرة واحد ده بنسبة 80% هيورد لك الحاجة في الوقت وبنسبة 20% هيتأخر لمدة خمسة ايام الخمسة ايام دولار احنا قلنا تكلفة اليوم عليها بكام بألفين دولار يعني الخمسة ايام دولار غالبا هيكلفوك عشر تلاف دولار زيادة على المبلغ اللي هو هتطولك الايه المورد تمام ناخد سابلاير نمرة اتنين قال لك انا تكلفتي الايثاثية ستين الف دولار وبعدين انا عندي عشرة في المية عشرة في المية خلاص ان انا هجيب لك الحاجة في الوقت و20% هتأخر عليك خمسة ايام و70% هتأخر عليك 14 يوم عايزين ناخد ديسجن ناخد انهي سابلاير عشان يبقى الاقل ريسكا فيهم تمام الناس متابعة معي المعطيات لحد دلوقتي عشان دي اللي هنبتدي نحل عليها المثال لو حلنا ان شاء الله المثال ده مافيش مسألة هتجيلك فيه القصة دي في الامتحال ولا حتى وانت بتشتغل يعني ايه تبقى بتبثلك مشكلة نفهم الاول معطيات المثال اتنين من اولين خلاص كل واحد ليه احتمالية يورد في الوقت وفيه احتمالية تأخير خلاص وكل تأخير وله تكلفة سريع ازاي يا باشو هندس اشرف ماشي نقولها لك تاني الناس كلها يعني ايه جاوبة ان هي متابعة ركز معينا يا باشو هندس اشرف يقول لك عندك اتنين من اولين كل واحد فيهم يدي لك اوفر ومع هذا الاوفر طيب ايه ممكن اماشي نعمل لكو بول تانية مافيش مشكلة طيب خلاص اوكي جاست تلاتين ماشي قال لك ان انت واحد فيهم يكلفك 75 وحدي يكلفك 60 بس ماحطناش نقطة على السطر قلنا ابو 75 ده احتمال بنسبة 80% انه هيجيب بيورد في الوقت و20% هتأخر 5 ايام والصابلاء بنبر اتنين احتمال 10% انه يجيب في الوقت 20% انه يجيب متأخر 5 ايام 70% احتمالية انه يجي اتأخر 14 يوم هنبتدي بقى ندرس هذه المسألة ونأخذ قرار نروح لسبلاير نمرة واحد ولاسبلاير نمرة اتنين مع العلم انسبلاير نمرة واحد ظاهريا تمام تكلفته اقل ظاهريا انت لسه ما حسبتش مايهمناش الاجابة يهمنى الطريقة يا جماعة خلاص يبقى ده اصبح عايز ااخد قرار والاحتماليتين ابتدي درسم الشجرة بتاعتي سبلاير واحد وسبلاير اتنين تمام بعد كده سبلاير نمرة واحد عنده احتماليتين يا خمسة تيام تأخير يا خمسة يا اون تايم تمام والخمس تيام تأخير احتماليتهم 20% والاون تايم احتماليته 80% في المية سبلاير نمرة ثلاثة عنده ثلاث احتماليات اون تايم تمام اون تايم قالك 20% 10% اون تايم و20% في المية خلال خمسة ايام و70% يتأخر 14 ايه يوم طيب لما يجي اخدها سبلاير نمرة واحد سبلاير سبلاير رقم واحد قلنا احتمالياته هي being on time 80% و20% خمسة ايام تأخير والاخر 10% و20% يتأخر يتأخر خمسة ايام و70% يتأخر 14 يوم هنا في حاجة مش مظبوطة طيب انها وخلينا نكمل وقعدين نصحها طيب ناخد سبلاير نمرة واحد اللي هو خمسة ايام تأخير في 20% و80 اون تايم تمام 80 اون تايم يبقى دا كدير وهنا تكلفة زيادة و20% خمسة ايام تأخير هتضرب 20% في الايه في الالفين طيب يبقى في الحالة دي بيقول لك عشان تحسب هتيجي تقول تحسب كل ما صار فيهم هيكلفك كام هنشوف الحسابات ايه دي الخمسة ايام تأخير يكلفوني total 10 تلاف دولار لكن احتماليته 20% يطلع لك الفين دولار الفين دولار تمام يبقى هذا المصار اللي هو اربعة ايه دوت لو خدت السبلاير نمرة واحد تطلع التكلفة بتاعتك القصوى يعني هي 2000 دولار زائد 75000 يبقى 78000 دولار الأخ التاني تمام الأخ التاني هنا بس في تداخل يعني برضو فاهمين هو عمل ايه في تداخل ما بين الخمسة ايام والعشر ايام في تداخل بين الخمسة ايام والعشر ايام تمام طيب النهار ده هو عنده عشر عنده اربعين في المية يتأخر اربعتاشر يوم تكلفة الاربعتاشر يوم 28000 اخذ نسبتهم 19600 يبقى ده المسار بتاعي بيكلفني 60000 زائد 19600 خمسة ايام تأخير نسبتهم 10 تديك 2000 دولار تمام والسبلاير نمرة 2 اللي هو جابلك نسبتها 50% تكلفة بتاعتك ايه ليها 0 تمام النسب تكلفة مش هي انا معاك مش هونسة اشرفة خلاص ده نتال مش اكتر خلاص اعفيه في النسب لما هو جاي يشتغل خلاص اخذ هو دمج احتمالية ال14 يوم مع الايه مع التأخير كان عنده تأخير خمسة ايام خدت بالك ليه بان انت عندك ال14 يوم نسبتهم كانت 70% being on time هي 10% خلاص هو بس هنا في حلو للمثال حدثت لخبطة تمام تمام فانت بتاخد الايه القيمة انت هتاخد 14 يوم بتحدث 70% التانية هتحدث الon time 10% والتأخير خمسة ايام 20% خلاص وتبتدي تحسب قيمة كل واحدة فيه تمام هو صح على اساس الدمج على اساس دمج الاحتمالية تمام تمام على اساس دمج الاحتمالية ده لو خدتها being on time sublier نمرة 2 10% يبقى احتمالية ان هو يجيب الحاجة on time 10% ماضحة ما فيها الشك هو هنا قلبها on time 50% مهم ما هو لو تأخر 14 حيبقى تأخر 5 ماشي انا معاك لكن on time on time احتماليتها 10% لازم تظهر لي قيمتها كم؟ نمنحا انصر نعم الانتائم لازم تغلق هيا ياAA الانتائم احتماليته كم؟ الحكم بنا الانتايم احتماليته 10 خلاص ازاي يتحول لخمسين بس ده الفايصل عشان ما نفكرش كتير الفايصل الانتايم الانتايم 10% ازاي يتحول لخمسين هيا دي الفكرة غير ما نفكر في تداخل عشرة واحتمال التانيين 90% انهم يحصلوا تمام ايه اللي هاو الحكمة في المثال ان احنا نفهم الطريقة مش نطلع الارقام من الوقتي تمام لان هو فيه هنا في الكتاب لا فيه اللي نعليه ملاحظة يعني تمام هاخد قيمة كل بقى واحد طبقا للحسابات خلاص وفي الحالة دي هاخد الديسيجن على اساس الايه افضل يعني شوف الاسيناريو بقى الايه الاحتماليات واحسن لك ايه خلاص الاسيناريو الاحسن لك هو اسوأ قيمة في الاحتمالين يعني اكبر قيمة في الاحتمال الاولاني سبعة وسبعين الف واكبر قيمة في الاحتمال الايه التاني اللي هي تسعة وسبعين ايه الف فالرجل راح اختار الساب لاير نمرة مين نمرة واحد اختار الساب لاير نمرة واحد تخيلنا خلاص هي ما زبطتش معاها بس في النسب معاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تمام العملية بقى ناخدها اهيات بحتاج لها الانبوتس بحتاج لها الريسك ريجستر والريسك مانجمينت بلان والكوست مانجمينت بلان والسكيدول مانجمينت بلان والارجنيزيشنال بروسيس اسيت دولة اللي محتاجهم كداتا عشان اعمل بيرفورم كوانتتاتيف ريسك اناليسيس التولز والتكنيك اللي بنستخدمها هي data gathering requirements techniques خدناهم قبل كده والقوانتتاتيف ريسك اناليسيس اند مودلينج تكنيك اللي احنا تكلمنا عليهم منتقر له و تمام والطريقتين اخرى هذين قلناهم وبعدين الايه الاسبرت شاتشمنت الكلام ده هيطلع لي او تموت اللي هو update للريسك ريجستر حلاص وقلنا الريسك ريجستر باخده بقى الابديت بتاعه بيروح يسمع في حتة كتير في الكوانتتاتيه وفي البيان والكواليتيه وفي الهو هو نفسه وفي الهو وتانيه هو نفسه وفي البلان ريسك ريس بورمس وفيه المونتور ويكونترول للريسكس وفيه البلان بروكيورمنت لانتخدت خرار بالسبلاير اه ففي البروكيورمنت تقدر ايه ده يبقى ايه مؤثر تمام دي الريسك ريجستر كلنا عارفينه الريسك منجمينت بلان عرفناها كوست منجمينت بلان سكيدوال منجمينت بلان organizational process assets techniques data gathering خلاص quantitative risk analysis and modeling techniques خدناهم sensitivity decision tree analysis expected monetary value modeling simulation اللي هو مرتكار له خلاص دولا بيساعدوك الexpert judgment كلنا عارفينها بقى ايه رأي الخبراء الoutbox الoutbox بتعتك الريسك ريجستر ايه update وصلنا للبلان risk response حقيقة انا اود اتوقف عند كده لان انا يعني شوية مش هقدر ايه بدأناها لازم نكملها بالكامل تمام فاتوقف عند ذلك امتا ايه ممكن ادلكو overview سريع عليها بحيثني جاهز نفسنا لها للمرة الجاية بحيثني بقى نقولها بسرعة خلاص انا اقولها بسرعة جدا risk actions بتاعتك عندك 3 انواع من الaction risk response contingency plan fill back plan اما حاجة عاوزك تعرفها في القصة دي امتا كل واحدة فيهم بتشتغل risk response تبقى الريسك لسه ما حصلتش الريسك response الريسك لسه ما وقعتش بقى اهم شيء contingency plan تبدأ النشاط دوة يظهر عند وقوع الريسك خلاص الفيل باك بلان تظهر عند الفشل في التصدي للريسك بواسطة contingency plan دي اهم نقطة عايزك تعرفها في الايه risk response actions خلاص واضحة تاني عشان ما نطلخبطش لنجي لك بقى في الامتحان تيكست طويلة ممكن تبقى صفحة كاملة وفي الاخر السؤال يقول لك مدير المشروع ده عمل الريسك response غلط او contingency plan بتاعته قد غلط ويتوهك او الفيل باك بلان بتاعته كان فيها خطأ خلاص هو عايز يفهم منك انت فاهم الفرق بين التلاتة ولا لأ فالفرقات الواضحة والصريحة بين التلاتة ريسك لم تحدث بعد اللي بيحصل كله القصة كلها اللي بيحكي حكيها لك فوق تبقى ايه risk response الريسك حدثت خلاص وشغالين فيها بقى تمام يبقى دي contingency plan الموضوع فشلوا في مواجهته خلاص وبيروحوا للبلان بي بنسميها في عالم ادارة المشروعات بلان بي البلان بي رحولها يبقى هي دي الفيلبك ايه بلان خلاص دي اهم حتة اعيد اوصلها لك في الريسك ايه آآ ريس بونس داي بلانيج ريس كس بونس بلانيج خلاص هنتوقف لهذا القدر ان شاء الله عز وجل و نكمل ان شاء الله للمرة القادمة المرة القادمة ان شاء الله انا هخليه يغيرولكو الموضوع احمد جلال كان عايز يوم لتنين يوم لتنين ان شاء الله عز وجل بإذن الله بي ستة في يوم لتنين طيب لو في بي ستة في نفس المعاد يوم لتنين ما اقدرش اعملكو في نفس المعاد خلاص يا شهندس برمافيرات برمافيرات هنكلم المهندس ايهاب المهندس المهندس هاني اسماعيل لو هيبدأ الساعة تلاتة يخلص الساعة اربعة ونص بس انا لو بدأت معاك واربعة ونص يبقى هنبقى المحاضرق اقصى حاجة ساعة لربع عشان قداني المغرب هي ايه هنخلص وي ايه يدوبك يأذن فخلينا يوم التلات افضل حلاص طيب كم واحد عايز يوم التلات وكم واحد عايز يوم التلاتين التلات يكتبوا واحد التلات يكتبوا واحد طيب كله عايز يوم التلات طيب خلاص عشان محاضرة المهندس منذر انا ممكن التلات ابتدي معاكو الساعة تلاتة ونص يناسبكم ونخلي المحاضرة سعب كده يفوتك نص ساعة بس من مهندس منذر ولا حاجة وتروح تكمل مش من صحنا تجلات تلاتة ونص توقيت الخاهرة هالعصر هيكون خلص ولا لسه فيما عادها خلاص فيما عادها جماعة الساعة أربعة زي ما احنا خلاص ان شاء الله عز وجل خلاص يا شهر أشكركم جميعا جزيكم الله خير جزيكم الله خير ونختم بقى سبحانك الله ومحمدك نشهد الله إلا أنت نستغفرك وراتوب إليك أيضا؟